الناس اللي بتزعها للناس اشرب زمزم عشان ربني حسن خلقك وان شربه لضيق صدر شرحه الله وان شربه لانفلاق ظلمات الصدر فلقها الله وان شربه لحين النفس اغناه الله وان شربه لحاجة قضاها الله وان شربها لامر نابه كفاه الله وان شربه للكربة كشفها الله وان شربه لنصره نصره الله وبأية نية شريبة من أبواب الخير والصلاح وفى الله له بذلك لأنه سقاس بما أظهره الله تعالى من جنته غياسا قال وهب بن منبه والذي نفس وهب بيده لا يعمد إليها أحد فيشرب منها حتى يتضلع إلا نزعت داء وأحدست شفاء إشربوا ستضلع بتنزع داء حتى لو أنت ما تعرفوش وتحدث دواء يقول ابن القيم عليه رحمة الله جربت أنا وغيري الاستشفاء بماء زمزم فرأينا أمورا عجيبة واستشفيت به من عدة أمراض فبرئت بإذن الله أشرب أشرب وتضلع أشرب وغرق نفسك حط فوق دماغك أشرب بعد الطواف من زمزم ثم أخرج إلى الصفا والمروة السر في السعي بين الصفا والمروة حديث هاجر عليها السلام أم إسماعيل لما اشتد بها العحال سعد بينهما سعي الإنسان المجهود فكشف الله عنها الجهد بإبداء زمزم وإلهام الرغبة في الناس أن يعمروا تلك البقعة سبحان الله العظيم خلصت الطواف صليت ركعتين شربت من زمزم ذهبت إلى الصفا نبدأ بما بدأ الله به إن الصفا ربنا بدأ بالصفا فنبدأ بالصفا توقف على الصفا وتبص للصفا كده وللمروة كده وانت وقف على الصفا وانت وقف على الصفا وتشوف المسافة لحد المروة كم متر دي وتتخيل بقى أنت النهاردة بتسعى على رخام وفي تكيف هاجر عليها السلام كانت على صخر وفي الشمس والوحدة معها طفل سبحان الله العظيم الناس اللي بتتعب تنظر كيف كانت هذه المرأة عليها وعلى نبينا الصلاة والسلام والسعي ده زي ما قلتلكو احنا أمة الطواف نحن أمة السعي ربنا بيعلمك السعي انك تسعى من جبل لجبل تروح وترجع وتروح وترجع وتروح وترجع وتروح بتدور على ايه نحن أمة السعي بتدور على ايه بتبحث عن ايه بتجري ورأي السيدة هاجر كانت بتجري عارب بتجري ليه لأنها وهي هي فوق جبل الصفا كانت شايفة ابنها وفوق جبل المروة شايفة ابنها لكن الحتة اللي ببطن الوادي دي ما كانتش بتبقى شايفة فكانت بتجري تخاف عليه عشان يبقى دايما هو تحت عينها أمة السعي أمة الأغذي بالأسباب اشألتلك يا شباب الشباب اللي بيحلم بالتمكين النهاردة طفيني الأسباب الأمة اللي انت شايفها بتاع الكورة والموبايلات الأمة اللي انت شايفها بتاع الكلبات والميوهات الأمة اللي انت شايفة دي أمة تنصر دي أمة تمكن يا رب تب علينا وعلى أمة محمد اللهم أصلحنا لكي نصلح أن نكون عبيدا لك اللهم أصلحنا لتصلحنا لندخل في عبادك الصالحين اللهم أصلح الأمة اللهم أصلح الأمة لتهيأ للنصر اللهم أخرج جيل التمكين يا حي يا قيوم احنا محتاجين أمة السعي لازم نسعى في الأسباب قلتلكوا قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما يبعث ربي جهز له الأرض خلق له العرب دول على الأخلاقيات دي عشان يحملوا هذا الدين الأسباب حفاظ عشان يحفظوا القرآن والسنة كرمة عشان يقدروا يبزلوا لهذا الدين شجعان أبطال عشان يضحوا بأنفسهم من أجل نصرة هذا الدين ربنا صنع الأمة لتحمل هذا الدين فلذلك نحن بحاجة إلى إعادة هذه الأصول لتصنع الأمة أمة السعي فهو أنت بتسعى لازم يبقى في دماغك ده أن عليك السعي وليس عليك إدراك النجاح وإنت بتسعى من الصفا إلى المروة لازم تبقى أو أنت واقف على الصفا محدد الهدف دي أسرار السعي الهدف المروة وإنت على المروة محدد الهدف الهدف الصفا الشباب النهاردة اللي عايش حياته بلا هدف محتاجين تهديه في الحياة هدفك إيه في الحياة دي بتأكل وتشرب وتنام وتشتغل وتلمي فلوس وتبحترها إيه الهدف إيه الهدف من الحياة هو دي أسرار السعي وإنت ماشي بين الصفا والمروة تقول إيه زي ما قلنا في الطواف تقول لربنا اللي في قلبك اشكيله توقف على الصفا وتقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله الأول تقول نبدأ بما بدأ الله به إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم الحياة دي في الكتب سهلة لكن أنا بس عايزة نبه للأذكار وتبدأ تقول لا إلهة إلا الله وحده لا شريك لا تكسر من التهليل لحد ما توصل عند العلامة الخضرة اللمبات الخضرة والعمود الأخضر وتجري فتني في الطواف إن أول ثلاث أشواط في الطواف الرمل الرمل وتقارب الخطأ سعي الرمل يعني تجري على قد ما تقدر ما فيش مجال الجاري الدنيا زحمة خلاص ما فيش مشكلة فالطباع في الطواف والرمل في أول ثلاث أشواط في السعي ما فيش طباع خلصت سبع أشواط بتوع الطواف تغطي كتافك لاتنين تصلي الركعتين تشرب من زمزم تأتي للسعي عند الأخضر تقول رب يغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك تعلم ما لا أعلم إنك أنت الله الأعز الأكرم وتدعو تعرى قرآن تستغفر تذكر